النهاردة حبايب قلبي عناعمل مع بعض سحلب بالمانجا طبعا احنا عدوات بقى ايه دخلنا بقى ايه في فصل الشتة فمحتاجين بقى ايه مشروبات سخنة كده تدفينا فالنهاردة قلت لانا اعمل سحلب بالمانجا زي ما انتم شايفين حبايبي طبعا الشكله جميل جدا وتعمه بقى ايه التعم بتاعه تحفه خطير جدا جميل جدا فعلا جربوه والطريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله كده هتعملي احلى واطعم والاز سحلب بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة المرة اللي فاتت كنت عاملة معكم سحلب بالموز ويلا بينا نتابع الطريقة مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله مع اصرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حراري والرأي يلا بينا نبدأ الفيديو حبايبي بالصلاة على رسول الله عليها في درسات والسلام بقى وشوف مع بعض على احتاج ليه معايا كيلو من اللبه نا معايا المانجا اللي انا كنت مخزنها معايا بقشر المانجا فاكرانها الفيديو ده كان فاضيع بصراحة هو جميل جدا نا وداها وده الوقت اه 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 اي يعني ده اللي انا بديس مخزنه بودرة ساحلى ف wring for my teeth اه ده في القناة كنت عامل معايا في هذا بودرة Wahl Ise Creek まあ خلطي بودرة ال�flows كريم شانتي فاخت منها تلت معالق كبر كده مواعي وحنحولها لبودر ساحلى حطيت عليها معلقتين كده صغيرين من السمسي وبنحط عليها فانيليا ممكن تحطي فانيليا او ممكن تحطي بردو معاها شوية بشر برد فبس هنحط مع اللبن دلوقتي فحنقلب بقى ايه بنا كده عملت بودرة ايه بودرة السحلة لو ما عنديكيش طبعا لما كنتيش عاملة معايا بودرة الاسكرية فممكن تستخدمي ثلاث معالق كبار ونص من النشا وبتضيفي علوم شوية سمسم وزره من الفانيليا وبعد كده اللبن اللي معايا ده كم مغلي وبارد يعني كنت غالية ولما برد حطيته في التلاجة فقدلوقتي بنحط عليه خلطة السحلة باللي انا ايه عملتها زي ما انتم شايفين ثلاث معالق ونص من خلطة السحلة باللي انا عملتها قلتلك ممكن بدل بودرة الايس كريم تعملي بايه تعملي بالنشا عادي يعني طبعا ايه عن احتاج انا كنت مطلع من الفريزر من شوية يعني من ربع ساعة كده هوت قبل ما نبدأ في الوصفة كنت مطلع كيس من المنجة اللي انا كنت مخزنها معاكم كانت جميلة جدا وبعمل بيها وصفات برضو هنطبقى ايه عن حط السكر يعني السكر حوالي ثلاث يعني ثلاث معالق كبار كده ونص كده من السكر زي ما انتم شايفين نعم بنقلب بقى ايه بنقلبه طبعا انت السكر ده اختياري انا ما حبيتش اللي انا اقطع دهوقتي بحط شوية كده يعني حوالي معلقة كده صغيرة من الجزء الين زي انا ما حبيتش اقطع السكر لان السحلة اللي بتعمل بالفواكف فالفواكف بتكون طبعا ما انجل معايا مسكرة فعشان كده مش حابة لانا احط سكر كتير بعد ما قلبت البودرة السحلة مع اللبن كويس واللبن بارد ده اه بحطوا بقى ايه كده على البوتاجازة اه وبشغل النار لحد ايه يعني بقلب فيه لحد طبعا ما تسيبوش وتركوا في ايه مكاة نعم لا عشان هو اه اول ما حيبدأ اللي هو يسخو نعم ويبدأ كده في الغلايان فحتبص تلاقي السحلة بربط معاك على طول وقدى قوام كده اه يعني هنشوفه ايه مع بعض يعيبك قوام بتاعه ايه طبعا هو لسه خفيف ايه دلوقتي فحيبقى القوام بتاعه هيتقل فحنشوف يعني بس مش هيتقل اللي هو يكون تقيل يعني جامد لا فعنتبع مع بعض ايه دلوقتي اه بنقلب فيه كده لحد ما اوصل للقوام اللي احنا هنشوفه ايه دلوقتي اه طبعا ايه اه حضر بقى ايه الكوبيات اه اللي انا هعمل فيها المشروب السحلة يعني بتغسلها كويس و بتنشي فيها وبعد كده بنبدأ بقى ايه اللي نوزع فيها المنجا اه زي ما قلت لكم انا ما حبيتش اللي انا هطلع المنجا واسبع لحد ايه يعني ما تفوق خالص اه يعني كنت بتطلعها قبل التصوير على طول بفيش عشر دايق او ربع ساعة ليه لان انا عايزها اللي هي تكون اه يعني منجمدة عشان اه برضو اه استخدمها في التزيين برضو فكده ايه حبيبي السحلب زي ما انتو شايفين اهوت وصل للقوام اللي انتو ايه شايفينه دلوقتي ايه هو القوام ده هو تحلو جدا كده انا طفت البوتجاز خلاص اه هاخد بقى السحلب وحطه على الرخامة وحبدأ ايه مع بعض نشوف بقى ايه حننمل للسحلب ازاي تابعوني دلوقتي حبيبي اه حبدأ بقى ايه كده انا جهزت السحلب معاكم ودلوقتي حضرت بقى ايه الكوبايات اللي انا حسب فيها السحلة غسلتها كويس ونشفتها وبعد كده اه حبدأ بقى ايه اللي انا اطلع المنجة بقى من الكيس وابدأ اللي انا ايه يعني اعملها بالسكينة بس كده اقطحها كده عشان اعرف اللي انا اسمها على الكوبايات هنحط كده في كل كوباية شوية كده من المنجة وبعد كده هنسيب برضو كم حتة كده عشان زين بيهم السحلب ايه في الاخر ومعايا بقى الزبيب معايا البشر اه اي نوع بقى من المكسرات عندك فول سوداني اي نوع من المكسرات حابة اللي تستخدميها فبتقدروا اللي تستخدميها اه انا معايا هستخدم ايه سمسم وزبيب وجوز الهند اه دلوقتي انا بقطع المنجة هيت زي ما انتو شايفين ايه حبيبي وحبدا لانا اوزحها كده بقى ايه بعد بقى اقطحها اه حبدا لانا اوزحها في الكوبايات تابعوا لي ياه دلوقتي حبيبي حبدا بقى لانا احط المنجة في الكوبايات وطبعا زي ما انتو شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا يعني لو ما عندكش بودرة سحلب اللي انت تعبلي بيها فهي الفكرة بسيطة خالص بك تتابعيه حتى لو بنشى بنشى وتحط عليه شوية بكسرات وفانيليا فحتعملي عتعملي بودرة سحلب سريعة سريعة تتحضير وتقدري اللي انت تعبلي مشروب مشروب السحلب بقى ايه بقى ايه اي نوع فكهة عندك تقدري تعبلي ممكن تعبلي بالمانجة زي انا ما عملت عايز اتعملي بالموز زي ما عملت في الفيديو معاكم المرة اللي فاتت عايز اتعملي باي نوع فكهة عندك فبيكون جميل جدا وبيبقى طعم وحل جربوه حبيبي وان شاء الله كده هيعجبكم ان شاء الله باذن الله دلوقتي انا بوزع المانجة كده في الكبيات وزا ما انتم شايفين طبعا يعني بالتساوي كده هوت وبعد كده حبدا احطها على المانجة يعني شوية زي بيب ممكن تحطي شوية مكسرات في السوداني اي نوع مكسرات عندك تقدري اللي انت برضو ايه تحطيها بعد بتحطي الفكهة على طول توزعي شوية جوزة هند برضو توزعي برضو في الكبيات اه كده هنخلي بقى ايه كده اربح اربح حتت كده من المانجة عشان دول كده هزين بيهم ايه في الاخرى اه وبعد كده هوت ايه حبدا بقى ايه نشوف بقى يعني كده كده كل حاجة بقت جاهزة اه وزا ما انتم شايفين نعم اه يعني لو في بقى كوبة حطيت فيها اكتر فبكر لا لا اشيل حتها وحطها في النقصة شوية فطبع انتم يعني ايه بالنظر كده فانتي بتقسبي الحاجة بالزبط يعني فكده بقى ايه حبايبي نبدأ بقى نوزع الزبيب زي بقلتلكو ما يعني كم حباية كده من الزبيب على شوية جوزة هند شوية بقى ايه مكسرات تحطي اه فاحنا بنعمل بقى ايه طبعا بتشكلي بقى انت بقى في السحلة بزي ما انت عايزة يعني تحطي اي حاجة انت حباها من المكسرات بس طبعا لساعة التقديم فبتبقى ايه بقى حاجة كده عظمة يعني احلى مشروف بسحلة بقى تعملي بازن الله كده بقى ايه بعد ما خلصت ووزعت كده بقى ايه المكسرات ووزعت الزبيب والمجة وكل حاجة بقى تمام فدوقتي ببدأ بقى ايه بقى جيب الكبشة كده وببدأ اللي انا بوزع بوزع السحلة بقى اه طبعا هو القوم بتاعه جميل جدا نه يعني لا تقيل اوي ولا خفيف اوي يعني اه حابة اللي انت تقللي بودرة السحلة باللي انا عملتها يعني وحطتها اللي هي ثلاث معالق ونص حابة اللي انت تقلليهم معلقتين ونص ولا حاجة لو بتحب القوام بتاعه يكون خفيف خفيف يعني اه فبرحتك حابة اللي انت تزويدي وحابة اللي انت بتعبليه تقيل بس وخالص فممكن تخليه باربع معالق اه من بودرة السحلة بس اه بس اه بس اه هي كمية اللي انا سنة امتهى هي ثلاث معالق اه كبار ونص كده من بودرة السحلة على كيلو من اللبن فهي اه حلو جدا ده اه يعني حاجة كده اه سهلة وسهلة وسريعة وخصوصا بقى واحنا في اه فصل الشتاء كده في جو الشتاء والدنيا برد فبتعبلي بقى مشروب السحلة بدهوت يعني حاجة كده تدفي اه تدفي اولادك و اه فبتعبلي بقى مشروب يدفينا كده واطف جو الشتاء اه طبعا انا قلت بقى ايه الجو برد و اه وكان في اليوم دهوت يعني كان اول مرة بقى ايه المطر بقى اه الدنيا تمطر وكده يعني فاقلت بقى ايه اللي انا اعمل لهم مشروب بقى السحلة فاشتغل بقى ايه في المشروبات السخنة اه دلوقتي باوزع فوق بعد بحطت السحلة بكده ووزعته بقى ايه يعني شوية جو زهن ده على شوية اه بتحط شوية مكسرات اه انا بحط سمسي ممكن ممكن تحط انت ايه نوع مكسرات عندك اه بعد يعني زى ما انتم شايفين كام حباية برضو من الزبيق بقى وبعد كده هنحط بقى المنجة فوق الوش اللي انا كنت مخليها على جنب ايه زى ما اوزعتكم اللي اربع حطت اللي انا كنت شايلوهم على جنب عشان ازاين بيهم الكوبايات عشان تقيت وتبقى مركزين كده بعيد اه وزع بقى ايه كل يعني كل قطع كده على الكوباية بمفو عشان طبعا تدي شكل شكل جمالي كده وشكل حل وساعة التأديم فزى ما انتم شايفين طريقة بسيطة وبسيطة وسهلة جدا واحلى مشروب سحلة بتعبيري وتقدري بقى تشكلي بقى ايه فيه ازا بات عايزة عايزة تعبيري بالمانجة عايزة تعبيري بفراولة ببلح اللي هو البلح الاصمع عايزة تعبيري باي نوع فاكهة ممكن تعبيري بالقاقة باي حاجة تانية يعني طبعا ايه خير ربنا كتير والحمد لله فتقدري بقى ايه اللي انت تعملي تنوعي انت بقى ايه في السحلة يعني يعملي كل مرة كده بتجي تعملي لأولادك فنوعي له قمة فايتبسطوا بيه جدا وهيعجبهم فعلا عيعجبهم طعمه بيكون جميل جدا السحلة بدهوت عشان طبعا ايه لما تدخلي كافيه براه وتطلبي كوباية بدية فهتتباع غالية جدا فانتي ليه ليه مثلا تجي بيها مباره غالية فامليها في البيت وفرحي بيها جوزك واولادك واخواتك اتبسطوا بيها جدا وبنتي كده وفرتي يعني احنا عملنا بقل التكاليف يعني زي ما توا شايفيه دهيت كل الحاجة عندنا في البيت طبعا انا عنافسي لما جوزي بيجيبلي فاكهة فباخد منها كده وحطي في الفريزة بتنفعني بتنفعني لما اجي اعمل اي وصفات تانية معاكم بطلع منها وبعمق لا بتنفعني في الوصفات اللي انا بعملها بعد كده زي ما انتوا شايفين احلى كوباية سهلة من شاء الله كده عتعمليها واجربوها بقى كده وكتبوني كده في التعليقات لا تنسيش حبيبتي تصلي كده على رسول الله كده في التعليق السلام عليكم